ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن لاري كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وكبير الباحثين بمركز تقدم الأمريكي سيد لاري مرحبا بك واسمح لي بسؤالك كيف تتابعون تطورات الأوضاع في الساحة السودانية وخاصة منذ اندلاع هذه الموجهة العسكرية بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش منذ السبت الماضي الوضع في السودان من السيء إلى أسوأ وقف إطلاق نار مؤقت لم يجدي نفعا لدينا أربعمائة شخص قتلوا وأربعة آلاف أصيبوا ولم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار حتى في العيد مع انتهاء رمضان المبارك لذلك أعتقد أن أسر الدولية يجب أن تنهمك فيما يجري لأنها إذا لم تفعل لن نستطيع أن نجلي الناس من السفارة ناهيكم عن المواطنين ولدينا في السودان أكثر من عشرين ألف مواطن يعيشون هناك إذن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها بالتأكيد ستسعى إلى متابعة أمور مواطنيها ولكن لا يوجد حتى اللحظة أي تنسيق متعلق بعمليات الإجلاء على الرغم من سقوط قتيل واحد أمريكي حتى اللحظة كيف تنظر إلى ذلك؟ في واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات في جيبوتي ولدينا قوات إضافية عززت ويتعين طبعا إجلاء الموظفين في سفارتنا وإذا ما تعلق الأمر بالاشتباكات وكان هناك إطلاق نار في سفارة نطلق النار وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تشكل رأس حرب سيما فيما يخص الأمم المتحدة والانتحاد الأفريقي لكي يتم توصل إلى وقف إطلاق النار لأنه يبدو أن الجنرالين لا يستطيعان أن يسوي خلافاتهم على نحو سلمي طيب سيد لاري بالنظر إلى الأوضاع في السودان وتطورات كان هناك أمل بأن يتم رأب هذا الأصراع الذي بدأ في السبت الماضي ولكن كوننا وصلنا إلى أسبوع كامل من الاقتتال كيف تعتقد أن هذا الاقتتال سينتهي؟ ليسي الحظ لا أعتقد أن هذا سوف ينتهي قريبا إلا إذا ما تدخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال حفظة السلام ولدينا بطبيعة الحال مساحة يمكن من خلالها أن تدخل ولكن يحدون الأمل أن نقوم بذلك تحت رعاية الأمم المتحدة طيب هل تعتقد أن القوى الدولية حتى اللحظة قامت بما يجب لها أن تقوم به فيما يتعلق بوقف هذا الصراح حتى لا يتطور أكثر من ذلك أم أن هناك أدوات ما زالت لدى القوى الدولية يمكنها الضغط بها في الأيام المقبلة يحدوني الأمل أن يكون السفيرنا في السودان يوضح لأطرفين أنه إذا لم يطف هذا الاقتتال فإن الواتفة المتحدة الأمم المتحدة مع الأسرة الدولية سوف تقوم بذلك لأنه من الواضح أنه كان هناك هدنة مؤقتة ولكنهم لم يلتزموا بها ولكن دول أخرى المصريين يساعدون القوات السودانية المصريين يساعدون السودانيين وأيضا مجموعة واغنة المرتزقة الروسية تساعد قوات الدعم السريع نعم أنت هنا تتحدث سيد لاري عن التدخلات في هذا الصراع هل تعتقد أن التدخلات سواء من القوى الإقليمية أو القوى الدولية تزكي هذا الصراع وتزيده؟ في واقع الأمر أعتقد أن أدوى الإقليمية يجب أن تنأى بنفسها بعيدا سيما مجموعة فاغنر ولديهم سجناء سابقين القوات المصرية بعضها سحبت في الليلة الماضية وأعتقد أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا يمكن أن نوفر له دعما وفي واقع الأمر يجب علينا أن نوقف هذا الاقتتال وكما قلتم أمريكي قتل وكم سيقتلون قبل أن نحرك الساكنا نعم طيب سيد لاري الحديث عن تدخلات قوة فاغنر وقوة فاغنر الروسية بالطبع وعرضها للأسلحة على قيادة الدعم السريع حديثة صحفية تم تناولها على مدار اليومين الماضيين إلى أي مدى تنظر إلى خطورة ذلك خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نعم أعتقد أن ذلك يشكل خطورة إذا ما كانت مجموعة فاغنر موجودة هناك لا ندري إذا ما أقنعت قوات الدعم السريع لكي تلتزم بوقف إطلاق نار أو تخريقه أعتقد أن روسيا طبعا هي دولة تحت مظلة الأمم المتحدة ويتعين أن تحث الأمم المتحدة لكي تتخذ تدابير ولأنه ما من أحد يرغب ربما في الوصول إلى هذا المبتغى الأمر غير مطبط بكون السودان حليف لهذا الطرف أو ذاك ولكن هناك حكومة تأخذ بزمام الأمور ومنذ ثلاثين سنة كان هناك طغية وأطيح به ويبدو أن كان هناك أمل للصور إلى حكومة في عام 2021 لذلك دعونا نعود لذلك المسار لكي يعيش الشعب السوداني لأن السودان كما تعرفون تحتل المرتبة الثالثة من ناحية الحجم في أفريقيا حتى اللحظة لم يتمكن سيد محمد سليمان الفكي من الوصول إلى الخرطوم على الرغم من إعلانه أو إعلان الاتحاد الأفريقي بأنه سيذهب إلى الخرطوم وذلك على ما يبدو لأن قيادات الخرطوم المتصارعة لا تريد للقيادة الإفريقية قيادة الاتحاد الأفريقي أن تصل في هذا التوقيت هل الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن دفع هذا الصراع إلى مرحلة التهدئة؟ نحن قادرون بلا شك هناك طبعا مخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا ولدينا قوات في الباسيفيك لتصدي للصين وهناك أيضا مناطق ساخنة أخرى في الشرق الأوسط في اليمن وغيرها ونحن قادرون على التحرك ولكن الأمور انفلتت من عقالها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا دولة يجب أن تشكل رأس حربة في وقف ما يجري للقول للجيش أنه إذا لم يقف هذا الاقتتال فإن الأسرة الدولية سوف تقوم بشيء ما منذ سنوات كان الأمر مختلفا ولكن في واقع الأمر لدينا تاريخ سيمة في القيام والتدخل ونحن قادرون سيمة إذا منفلتت الأمور مع عقالها كما قلت نعم شكرا جزيلا سيد لاري كورب مساعدة وزير الدفاع الأمريكي السابق وكبير الباحثين بمركز تقدم الأمريكي كنت معنا عبر الانترنت من واشنطن لك جزيل شكر اشتركوا في القناة